طبعا بعد نهاية مباراة الترجي والنادي الاهلي في زهاب نهائي دوري ابطال افريقيا وطبعا يمكن حضراتكم كلكم تابعتوا المباراة وتابعتوا نتيجتها المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي مباراة يمكن كانت مباراة مقفولة بشكل كبير مباراة يمكن برضو ما فيهاش فرص كتيرة يمكن سواء للترجي او للنادي الاهلي وكان كل فريق بيسعى ان هو يعني لو ما خطفتش فانا مش عايز اخسر وده كان شعار الترجي من بداية الماتش وفي نفس الوقت كان شعار النادي الاهلي اللي بيحبوا يتفرجوا على فنيات ممكن ما كنتش حضرتك شفت مباراة فيها فنيات عالية ولكن خلينا نقول في الاول وفي الاخر طبعا يمكن عودة النادي الاهلي بتعادل سمين من رادس اكيد برضو نتيجة كويسة ويمكن احنا كنا دايما بنقول الخسارة برا بتبقى وحشة الخسارة برا ممكن تعملك مشكلة ومع ذلك النادي الاهلي بيرجع بتعادل الاسبوع اللي جاي وفي استاد القاهرة وقدام مش اقل من ستين الف مناصر اهلاوي اعتقد الوضع حيختلف بشكل كبير خصوصا ان احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم اليومين اللي فاتوا بنقول ان الفوارق الفنية كبيرة ما بين الاهلي والترجي وانها كلها بتصب في مصلحة النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك كده الاسبوع اللي جاي وفي استاد القاهرة ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحسم البطولة والنجمة رقم 12 وكلنا عارفين ان النادي الاهلي نادي كبير ومعودنا على كده